الزمالك مبارح ضد الشرطة الكيني اللي حصل الجون جاهز زاي التفاصيل دي طيب هو كده الزمالك وبرامدز فتحوا مشوارهم في بطولة أفريكا كونفدرالية ده الزمالك وبرامدز في دور أبطال أفريكا اللي اتنين حاول نتيجة حاليا نقسم الكلام عشان كل واحد يديله حقه الزمالك الواحد وبرامدز الواحد يعني قصد ان الفرقة المصريحة حققت نتيجة إيجابية ونتيجة إيجابية في بداية المشوار دايماً الأهل أو الزمالك أو الفرق اللي تلعب في كونفدرالية أو دور الأبطال دايماً بنخاف منها من حمى البدايات بيبقى الفرقة مش جاهزة بدني وفني ونفسي أنها تقدر تنفس على البطولة خصوياً الأهل والزمالك سواء في دور الأبطال أو في كونفدرالية بممرشحين وما ياخدوا البطولة حتى برامدز كان منافس قوي في البطولة ده وصل لنهاء كونفدرالية قبل كده فالفرقة المصريحنا دايماً بنخشى معها من حمل بداية. لكن الزمالك مبارحة فوز كبير بصرف النظر عن المنافس اللي هو البولوس الكيني. يعني مش بنتكلم عليه أنه هو مثلا فرقة قوية أو فرقة ضعيفة. فالزمالك حقق انتصار كبير. لا. هو الزمالك حقق التارجط المطلوب منه. رجع بالفوز برا أرضه وحط أول رجل له يعني قدم واحدة في دور المجموعات. احنا عرفنا أنه فيه فرق ما بين دور الأبطال وكونفدرالية دور التمانية. دور المجموعات في دور الأبطال في كونفدرالية من دور الستاشر فأنت عندك الموضوع مختلف شوية فأنت لازم كان فعلا الزمالك يحقق النتيجة الإجابية والنتيجة المطلوبة منه جون عبدالله السعيد يعني فيه خبرة وفيه تناغم كبير جدا ما بين اتنين لعابة كبار زيزو وعبدالله السعيد. احنا شوفنا الزمالك مبارح. كان أداء كويس في الشوت الأول. أداء متواضع في الشوت التاني بس هو حقق التارجط المطلوب منه هو مطلوب منه أنه هو كان يرجع بنتيجة إيجابية. حتى لو كانت صفر صفر فما بالك لما يرجع بنتيجة على أرض. وخارج أرضه ويكسب واحد صفر دي برضو نتيجة كبيرة مش نتيجة قليلة ده على فكرة يعني دايما الفرق المصرية كان بداية في بداية المشوار فيه تعصرات ما بيبقاش النتيجة كبيرة أو الفوز أو النتيجة الإيجابية بتبقى مطلوبة في الأول أو بيقى فيه توتر في الأول أو خوف من البطول أيا كان بما أننا طبعا فرق من الفرق المصنفة فيكون فيه تخوف شوية في البداية. طب ليه جماهير نادي الزمالك مش راضية مبارح عن المورة؟ هي مش راضية عن الأداء. بس لا. بص هو الزمالك جوزي جوميز اللي هو المدير فان نادي الزمالك لعب نفس التشكيل ما فيش حد من الصفقات الجديدة ابتدى. يعني هو لعب تشكيل مختلف عن مكان التوقع جمهور نادي الزمالك. جمهور نادي الزمالك كان عنده طموحات كبيرة في موضوع التشكيل ده بالذات. لكن الراجل ثبت التشكيل اللي هو لعب به من سنة اللي فاتت. أنا شايف أن الصفقات الجديدة المفروض بتخش واحدة واحدة وبالتدريج. بس الراجل هو حق المطلوب منه. نزع لنا من الأداء. الأداء وحش بالذات في الشوط التاني بالذات الأداء الدفاعي. يعني جمهورنا الزمالك كان بيلعب على الهجمات المرتدة. بس فريق التاني كان مسك كورة طول الوقت هاجم طول الوقت وصل للمرمى كذا مرأة ومعرفش يسدد. بس كان رجله رايح على المرمى رايح جاي. فده كان مقلق جدا. ما هو ده طبيعي في الأجواء اللي عاشها ناد الزمالك سواء يوم ليلة المطش أو في المطش. خليبها فيه نقص أكسوجين رهيب جدا. اللعبة مش متعودة على الأجواء. إنها تلعب في نقص الأكسوجين أو درجة الرطوبة العالية. زائد إن انت بتلعب برضو خارج أرضك. انت بتلعب في كينيا في حتة برضو صعبة شوية في الأجواء. ما اعتقدش إن ده مبرر. لأن الزمالك فريق كبير ومحترف. وفيه لعيبة كتير قوية. ومفروض جوه أرضه وبره أرضه. ده تفاصيل ما نقفش عليه.